بخصوص هل الوضع الآن الموجود في هذه المنطقة هل يمكن أن يؤدي أو أن يدفع الحكومة لكي تقوم بقانون مالية عديلي قانون مالية عديلي حكومة ما كتظنش بأنه كينشي داعي باش يدار قانون مالية عديلي لأن الحمد لله لدينا مجموعة الإكراهات التي تضعها لنا السياق الدولي لأن تطلب القانون المالية التعديلي مثلا سنة 2020 كان خصي تعمل قانون مالية تعديلي أقول الحكومة أنا ذاك رطاءت بأنها وخصي تعملوا لأن المداخل كان فيها مشكل حكم توقف الحركة الاقتصادية نحن الحمد لله مشيش في ذاك الوضع نحن عنها ومش كبير التحرك ولكي نتمكن من مواكبة مجموعة من القطاعات ومواكبة مجموعة من السلع للحقيقة التي يعرف العالم اليوم بأنها مرتفعة ومرتفعة جدا والسياق والفصل وغير ذلك منها والجائحة كلها تؤكد بأنه هذه المصارات الله وحده اللي علم يعني فين غادي فين غادي توصل إذا الحكومة لا نية لها في أن تقدم قانون مالية تعديلي لأنه ماشينش علاش غنقدمه بقانون مالية تعديلي لماذا غنقدم قانون مالية تعديلي باش تقول بأنه عواض من شري القمح الليين بمائتين وستين درهم غادي نشريه بثلثمائة وربعين وراكة تشريه بثلثمائة وربعين لكن تدير قانون مالية تعديلي منك يكون عندك مشكلش للمداخيل باش تعاود تعيد النظار مجموعة ديال الاعتبارات اللي يدرتي في قانون مالية ديالك ومتنسوش تابونو معانا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي